إنه الآن متأكد من أنه لا يوجد أحد في هذه الحياة يؤمن به ويثق به باستثناء الزمرد يقترف عباس أن إميرد غير مستقر عقلياً ويحاول إرباك عقل صرحات في حين أن صرحات لا يصدق حتى كلمة واحدة لعباس مفاجأة تنقذ عباس من أيدي صرحات حول كل هذا إلى فرصة يزيل إبنيز ميرد من حياتهم ويبدأ في استخدام أوراقه الرابحة ليصبح حقاً عائلة مع صرحات إيسك إنه يتحرك إلى الأمام بهدوء ولكن بشكل حاسم بعض خطوات حميد تفكك تحيزات سوهندان وتؤدي إلى تطورات غير متوقعة بين الاثنين الزمرد لا تستطيع البقاء في القصر لفترة أطول مخاطرة بإزالة حتى صرحات من حياته يعود إلى المكان الذي بدأت فيه قصته باباً يناير من أجل أن تولد من جديد من الرماد جيهان يقدم عرضاً يفاجئ الزمرد بينما لا يعرف زير ميرمت ما يجب الإجابة عليه يتخذ سرهات إجراء لإعادة كتابة مصيره باستخدام زيممت هل سيتمكن صرحات من الخروج منتصراً من الصراع الذي دخله مع القدر؟ إجابة الزمرد على جيهان ماذا سيكون؟ يبدأ الزمرد في تذكر ما حدث في ليلة الحادث كل ما يتذكره يقوده خطوة بخطوة إلى عباس هل وصل عباس إلى نهاية الطريق؟ كم معدد الامتحنات التي سيتعين على صرحات اجتيازها من أجل أن تكون سعيداً مع الزمرد؟ يعتقد دنيز أنه مع ظهور كل شيء ستصبح وظيفته أسهل ومع ذلك فإن ألفيت هي واحدة من العقبات الكبيرة أمام خطط دنيز يتخذ جيهان خطوات جذرية لاستعادة ابنته والعودة إلى حياته القديمة القدر يقربه أيضاً من الزمرد سوهندان بعد بعض الأشياء التي سيسمعها عن نحم الخنزير ديسمبر سيكون بين الذهاب والبقاء لقد دخل الزمرد وصرحات الآن في مصار لا رجعة فيه زرمرنت ينظر في عيون صرحات يعتقد أنه يخدع نفسه ومع ذلك حاول صرحات فقط حماية الزمرد ومع ذلك تغلق إميرد أذنيها على كلمات سرهات سوهندان بعد الألم الكبير الذي عانى منه يبدأ في اتخاذ خياراته الخاصة لن يسمح بعد الآن لأي شخص بالسيطرة على حياته يخد صرحات فروباً على جبهات أخرى من أجل إبقاء كل من ميلد وابنته في قلبه ومع ذلك سيكون الباب الذي فتحه جيهان بداية حرب بين الاثنين لن تنتهي لفترة طويلة في ديسمبر سوف الزمرد تكون قادرة على معرفة الحقيقة التي من شأنها تدنير حياتها؟ صرحات كم من الوقت سوف يحترق من أجل الحب؟ تعلمت الزمرد واحدة من الأسرار التي يتم الاحتفاظ بها منها هكذا تم الكشف عن من هو البحر حقاً انتهت اللعبة التي استسها أزيميت كما أراد تبدأ الزمرد في التشكيك في مضيها وحبها مع صرحات بالنسبة لسريهات لا يوجد سوى الزمرد ولن يكون هناك لكن أثناء محاولة إقناع إميرالد بهذا سيخضع العاشقان لاختبارات أخرى يرفع دنيز يده أيضاً ليكون دائماً في حياة صرحات ويبدأ في اتخاذ خطوات خطيرة تعلمت الزمرد واحدة من الأسرار التي يتم الاحتفاظ بها منها هكذا تم الكشف عن من هو البحر حقاً تجد سرهات الحياة مرة أخرى ومع ذلك فقد بدأ امتحان صرحات للتو مهما كان اختبار الزمرد من قبل سيتم اختباره الآن بنفس الطريقة علاوة على ذلك يجب أن يكون سرهات أكثر حرصاً حتى لا ينزلق الزمرد من يديه مرة أخرى سوهندان تصل إلى البحر في لحظة صعبة للغاية عندما يتواصل دنيز مع سوهندان للحصول على المساعدة سيواجه أيضاً مضيه بمرارة صرحات ودنيز يتخذان إجراءات للحصول على حضانة ومع ذلك ليس لدى جهان أي نية للتخلي عن ابنته أيضاً الحرب بين الجانبين تتصاعد بشكل لائق يحتضن صرحات المرأة التي يحبها بالحب كما لو كان يريد التخلص من آلام الأشهر التي قضاها بدون إميرالد ومع ذلك فإن زيارة جهان غير المتوقعة للقصر ستحرك الحجارة والزمرد وسيرهات سيكونان في وسط عاصفة جديدة بدأ عصر جديد في قصر ديميركان يعتاد صرحات على حياته الجديدة في غياب الزمرد ويحاول التعامل مع ألمه لكن التنفس بدون المرأة التي يحبها هو أكبر اختبار قدمه صرحات على الإطلاق صرحات هو بعد الشخص الذي سرق الزمرد منه ومع ذلك لدى عباس وعزيمة أيضاً خطط أخرى لصرحات من أجل منع صرحات من معرفة الحقيقة يفتحون دفاتر المراحظات السابقة ولكن عندما يتم فتح الحسبات القديمة ستبدأ حقبة جديدة في القصر ولن يكون هناك شيء كما كان من قبل بينما يواصل سوهندان حياته في قصر أشز يحاول البقاء واقفاً على قدميه رغم كل الظروف في حين أن اهتمام حميد بسوهندان يتزايد يوماً بعد يوم فإن كانان ليس لديه نية للبقاء مسترخياً أيضاً يتعلم صرحات سرراً من شأنه أن يغير حياته جذرياً مع الكشف عن هذا السرع وصل إلى مفترق طرق مهم مع القرار الذي يتعين عليه اتخاذه سوف يغير مصير ليس فقط نفسه ولكن القصر بأكمله هل ستعمل خطة عزيمة وعباس؟ هل سيكون سيهات قادراً على أن يولد من جديد من رماده في غياب الزمرد؟ صرحات تحت الأرض لاهث ولكن هناك شخص يقاتل بجد لإنقاذه واحد غير متوقع في ذلك سوف يضع نهاية الزمرد لهذه الشرور التي لا نهاية لها من قوى أوزغور يمض عينيه ويقف أمام نيسا بغض النظر عاماً يؤذي صرحات سيقاتله إميرد حتى آخر قطرة من دمها لكن الأمور تصبح أكثر تعقيداً انتهى فيديو المعلومات الخاص بنا إلى الزمرد هنا لا تنسى الاشتراك في قناتي وتشغيل الإشعارات